بعد المصادقة على نتائج الانتخابات لم يبقى أمام المعترضين على النتائج سوى طريقين لا ثالثة لهما التهديد بالتصعيد وإيقاف الجلسة الأولى للبرلمان كما تلمح قيادات في الإطار التنسيقي أو المضي بالدعوة القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات دعوة يقول عنها خبراء في القانون إنها غير مجدية لكون إن النظر في الطعون من صلاحية الهيئة القضائية والتي أعلنت قراراتها الباتة والملزمة وليس من اختصاص المحكمة الاتحادية إعادة النظر في العملية الانتخابية المادة 93 من الدستور حددت اختصاصات المحكمة الاتحادية وموضوع الطعن بالانتخابات ليس من اختصاص المحكمة الاتحادية وإنما من اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات وبما أنه الهيئة القضائية للانتخابات أجرت تحقيقها وأصدرت قراراتها وهي قرارات باتة وملزمة فأصبح الآن الطعن غير مجدي أمام المحكمة الاتحادية خبراء القانون يقولون أن ثلاث خيارات تبقت أمام المحكمة الاتحادية بخصوص المصادقة على النتائج الانتخابية إما عدم المصادقة على النتائج بسبب خرق دستوري وهو المستبعد جدا أو المصادقة الكلية على كافة الأسماء المرفوعة من المفوضية أو المصادقة على عدد من الأسماء واستثناء أخرى بسبب عدم استفائهم شروط العضوية في مجلس النواب تصادق على جزء من الأسماء يعني مصادقة جزئية يعني تمتنع أو تتوقف عن مصادقة بعض الأسماء التي تتعلق بها لديهم ملفات جناعية التي يعني ما بهم الشروط العضوية في مجلس النواب ووفق خبراء القانون والقضاء فإن إلغاء الانتخابات ودخول العراق في فراغ دستوري أمر مستبعد جدا إن لم يكن مستحيلة خاصة مع عدم اختصاص المحكمة الاتحادية بالنظر في الشأن الانتخابي إلا في تفصيلة المصادقة على النتائج والتي استوفت بحسب المفوضية جميع الشروط من المراجعة والمطابقة والتدقيق إضافة إلى النظر في الطعون والاعتراضات من قبل الهيئة القضائية للانتخابات التي أصدرت قراراتها النهائية غير القابلة للطعن والتمييز حيدر البدري يو تي في بغداد